بعد غياب لأشهر عن المشهد عاد عقيل صالح لترأس جلسة برلمان طبرق يوم الاثنين بعد توقفه عن العمل بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية التي لم ترى النور عقيل صالح الذي بدى مترنحاً بعد فشل العملية الانتخابية في الرابع والعشرين من ديسمبر بسبب القوانين الصادرة عنه والتي وصفها مراقبون بالمعيبة بل إن رئيس مفوضية الانتخابات حمل القوانين جزءاً من المسئولية عن فشل العملية الانتخابية مما دفع عقيل صالح خلال كلمة استفتحية بمجلس النواب لمحاولة التخلص من أعباء مسئولية فشل الانتخابات وفوق ذلك فتح عقيل النار على حكومة الوحدة الوطنية واتهمها بالفساد بل طلب النائب العام بملاحقتها بعد أن أمر بتغييرها لكونها منتهية الولاية موقف رد عليه الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة الذي اعتبر أن كلام عقيل صالح يعبر عن وجهة نظره الخاصة ولا يمثل رؤية بقية النواب مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء مهامها إلى حين تسليم السلطة لحكومة منتخبة وفق قوله لم يكتفي عقيل صالح بنقل الحكومة بل أعلن رفضه لمشروع الدستور الحالي وأعرب عن نيته تشكيل لجنة من ثلاثين عضوا يمثلون الأقليم الثلاثة لوضع دستور توافقي للبلاد حسب تعبيره الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رفضت مساعي عقيل صالح معتبرة إياها مخالفة للنصوص الدستورية وأنها ستؤدي لخلق أزمة دستورية جديدة في البلاد وأكدت الهيئة اختصاصها دون غيرها بصياغة مشروع الدستور محذرة من التعدي على اختصاصها من أي جهة كانت مواقف عقيل الصالح المتعنتة بحسب مراقبين تأتي بعد فشل القوانين التي صاغها للانتخابات فشلاً كان حرياً أن يسقط عقيل ويحمله المسئولية عن هذا الإخفاق لو لا أطراف تتدخل كلما تأزم وضعه لتلقي له طوق النجاة وتعيده للمشهد السياسي من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر